اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وممكن نشوف الهدف 99 لو تجاوزها ممكن نشوف الهدف 100 طبعا هذا السيناريو قائم بشرط عدم كسر مستويات 96.45 هذا بالنسبة لمؤشر الدولار عندنا أيضا الذهب واللي أيضا لاحظنا بعض السلبية في التدولات الأسبوع الماضي واستقر الهبوط عند مستويات 1670 واللي تشكل دعم في مسار 1670 في حال كسرة راح نشوف مزيد من السلبية لهذا الأسبوع وإلى مستويات 1640 واللي هي الدعم الأهم واللي في حال كسرة راح نشوف استمرارية في السلبية وإلى 1608 وال1570 نذكر أن السيناريو الشرائي للذهب ما راح نشوف حقيقة إيجابية إلا بتخطي مستويات 1750 ما راح نشوف إيجابية على الذهب إلا بتخطي مستويات 1750 واللي لو تخطى راح نشوف 1800 ولو تجاوز راح نشوف الهدف الأبعد عند مستويات 1920 لكن السيناريو لهذا الأسبوع مثل ما قلنا حاليا مستقر عن دعم عند مستويات 1670 نتمنى أن يحافظ على هذه المستويات لكن في حال كسرة راح نشوف 1640 ولو تجاوزها راح نشوف 1608 وال1570 هذا بالنسبة لذهب عندنا أيضا اليو اس اويل واستمرار الإيجابية للأسبوع الثالث أو الأسبوع الرابع حقيقة على التوالي طبعا إذا تذكرون هذا نموذج من نموذج الهارمونيك أو نموذجين حقيقتين متداخلين من نموذج الهارمونيك نموذجين إيجابيين واشترطنا بالدخول شراء تخطي مستويات الواحد وثلاثين وتم تحقيق الهدف الأول في تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 36.70 نحن دائما نقول أن الأهداف في حال الشراء عبارة عن مقاومات بينما العكس تماما الأهداف في حال البيع تعتبر دعوم لذلك 36.70 تعتبر مقاومة في مسار اليو اس اويل وبتخطيها راح نشوف الهدف الثاني على الويكلي عن مستويات 43.70 هذا بالنسبة لليو اس اويل عندنا أيضا الداو جونز وإذا تذكرون أيضا الأسبوع الماضي قلنا بيتخطي مستويات الـ 25.800 راح نشوف مزيد من الإيجابية على مسار الداو جونز وإلى الـ 27.000 وبالفعل تم تحقيق الـ 27.000 وتم تحقيق هذا السيناريو بيتخطي 25.800 ونكون حققنا هدف ثالث على الداو جونز ونكون بتحقيق الهدف الثالث من سعر الدخول نكون حققنا حوالي 5000 نقطة عندنا الـ هاي الأسبوع الماضي 27.300 واللي تشكل حاليا مقاومة في مسار الداو جونز هناك محاولات الآن لتخطي هذه المستويات تخطي مستويات 27.300 راح نشوف الـ 28.000 لكن كسر الهدف الثاني يبدو له 25.200 المستوى هذا يشكل دعم في مسار الداو جونز ودعم مهم نشوف انه فيه كسر 25.000 او مستويات 25.200 تحديدا راح نشوف سلبية على الداو جونز وراح نشوف تصحيح وإلى مستويات الـ 22.520 واللي كانت هدفنا الأول في السابق هذا بالنسبة للداو جونز عندنا أيضا اليورو مقابل الدولر أيضا اليورو مقابل الدولر تكلم اسبوع الماضي وراح نشوف مستويات أو راح نشوف الهدف 1.1666 وبالفعل تم تحقيقها وتجاوزها حقيقة بمراحل واستقر الصعود لأسبوع الماضي عند مستويات الـ 1.1380 واللي تشكل حاليا مقاومة في مسار اليورو مقابل الدولر نشوف هنا بتخطيها راح نشوف الـ 1.1440 لكن بكسر الـ 1.1380 راح نشوف هبوط على اليورو مقابل الدولر وإلى مستويات مرة أخرى الـ 1.1666 ولو تجاوزها راح نشوف الـ 1.0994 هذا بالنسبة لليورو مقابل الدولر لدينا أيضا الدولر مقابل فرانك السويسري وهذا كانت أحد توصيات الشراع على فريم الساعة طبعا كانت مشروطة بتجاوز 0.96 118 لدخول الشراء بحقيقة تم تحقيق الهدف الأول لكن للأسف بعد ضرب وقف الخسارة بعد ما ضرب وقف الخسارة كان هناك صعود نشوف أن الـ 1.9 الأسبوع الماضي كان 0.96 50 وللشكل مقاومة في مسار الدولر مقابل فرانك سويسري نشوف بتخطيها راح نشوف الهدف الثاني والثالث والرابع لكن نلاحظ أن هناك سلبية واضحة على مسار الدولر مقابل فرانك سويسري على فريم الساعة نشوف أنه بكسر القاع على فريم الساعة راح نشوف على الديلي وراح نشوف مستويات 0.95 40 واللي كانت لول الأسبوع الماضي في حال كسرها راح نشوف مزيد من استربيع على الزوج وإلى مستويات 0.94 0.95 هذا بالنسبة للدولار مقابل فرانك سويسري عندنا الجناز تريدين مقابل الدولار هذه كانت أحد التوصيات البيع المطروحة في القناة لكن مشروطة بكسر مستويات 1.25 82 في حال كسرها وتجاوزها وبزخم عالي راح ندخل البيع وإلى أول الأهداف الموضحة عليها من الشارس واللي 1.25 14 هذا بالنسبة الدولار مقابل فرانك سويسري عندنا أيضا الجناز الترليني مقابل فرانك سويسري أيضا هذه توصيات البيع واللي مطروحة في القناة طبعا الدخول البيع مشروط بكسر مستويات 1.21 33 واللي لو تم كسرها راح ندخل البيع وإلى الهداف الموضحة علي من الشارس واللي أول 1.27 57 أيضا عندنا الجناز السترليني مقابل الين لو تذكرون هذه كانت لأحد التوصيات واللي كان دخولنا من مستويات 31.90 أيضا لأسبوع الماضي قلنا راح نشوف مستويات 134.90 تم تحقيقها وتجاوزها بمراحل استقر حقيقة الجناز السترليني المقابلين في دولة الأسبوع الماضي عند مستويات 139.77 واللي شكل مقاومة في مسار الزوج دخلنا كان من مستويات 131.90 ونكون بذلك حققنا على الزوج 300 نقطة تقريبا لاحظ أن الزوج أيضا هناك نموذج من نماذج الهارمون ونموذج بيعي وطبعا هذه إحدى التوصيات واللي كانت مطروحة بالقناة كسر 137.20 راح ندخل بيع وإلى الهداف الموضحة علي من الشارس واللي 135.73 هذا بالنسبة للجني ستريني مقابل يين عندنا أيضا الفرنكي سويسري مقابل يين كانت أيضا توصيها على الزوج الأسبوع الماضي لكن تخطى النموذج وكنا بانتظار كسر المستويات اللي راح تسمح لنا بالدخول لكن تخطاها بمراحل لذلك يكون فشل النموذج عندنا أيضا المرة أخرى الفرنكي سويسري مقابل يين وتوصية مطروحة في القناة عندنا مستويات 113 دخلنا بيع مشروط بكسر هذه المستويات في حال كسرها وبزخم عالي راح ندخل بيع والهداف الموضحة عليه من الشارس واللي أول الهمية و 12.34 عندنا الاسترالي مقابل يين مثل ما نحن شايفين نموذج بنماذج الهارمونيك نموذج بيعي سلبي بانتظار كسر المستويات 74.40 في حال كسرها هنرح ندخل بيع وإلا هداف الموضحة عليه من الشارس واللي أولها 72 عندنا أخيرا الدولار مقابل الليرا التركية أيضا تكلمنا الأسبوع الماضي وقلنا مستويات 6.70 هي مستويات دعم ما رح نشوف سلبية على الزوج إلا بتخطي هذه المستويات كسر 6.70 رح نشوف مزيد من السلبية على الزوج وقلنا هذا الهبوط رح يكون تصحيحي إذا تذكرون ورح نشوف مستويات 6.36 36 لكن بشرط تخطي مستويات 6.70 مع الدولار مقابل الليرا التركية كان هذا آخر الأزواج في جولتنا لهذا الأسبوع مع 8 زملاء من فريق شركة أوربكس بأسبوع موفق ومليئ بالأرباح بمشيئة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر